السلام عليكم يا شباب طيب قبل اشرح الكود حق الاراي في ملاحظة جدا مهمة اكتشفتها وانا قاعد اكتب الكود هذا اللي هو الان لما تسوي space عند الستور لما تسوي space ما بين الستور وبين النقطتين الرؤسية تقول run راح تدخل في infinity loop ليه راح تدخل في infinity loop لان ما تعرف على الستارت هذي فلازم ما تترك مسافة ما بين الاستور وما بين النقطتين الرؤسيتين لما اجي امسح نقطتين الرؤسيتين اقول لها run راح يمشي الكود ورح ينتهي بينما اذا ما حطيت راح تدخل في infinity loop صراحة لغة كريهة والله على كل الاراي الاراي بكل اختصار يطبع لك الاسكي كود ممتاز يعني عندنا الارقام هذي هنا كلها ما هي decimal هي عبارة عن اسكي كود خمسين هذا يمثل رمز بالاسكي كود لما نروح نكتب مثلا اسكي كود اسكي كود اسكي كود انت راح تشوف الجدول شوف انها جدول بسيط ايه الجدول هذا مثلا تلاحظون الرقم اللي معطني اياه هنا كم؟ خمسين في الخمسين ايش تساوي بالاسكي كود الخمسين تساوي ثنين فأول خانة راح تنطبع عندنا راح تكون الاثنين وما نقول له run راح يطبع اثنين ممتاز يعني مثلا لو أبقى أطبع اسمي لو أبقى أطبع اسمي فراح يجي أقول له ال-A يعادلها 65 بالاسكي كود A capital A N ال-A N أتوقع أنها 84 ما أنا متأكد نرجع للتابل ونشوف ال-A N وان ال-A N هذا ال-A N هنا يعادلها 78 نجي نقول له 78 بعدين 65 وال-S إن شاء الله إن شاء الله إنها 84 ومتاز ونغير البوينتر هنا بدلا لا يكون 9 لو راح يطبع 9 كاركتر نجي نقول له 4 على عدد الحروف اللي عندي نجي يقول له run نقول له run حرف ال-S طلع غلط أتوقع عزل 83 أي 83 صح أنس ممتاز فهذا زي ما أنتم لاحظين أن الأرقام هذه هي عبارة عن ASCII code ممتاز ممتاز طيب إيش الكود باختصار هذا هو تسوي initialization للأري تحط الاسم اللي تبغاه define byte تحط الرموز حقتك تاز بعدين هنا initialization لل data segment بعدين هذا البوينتر حقك وتلاحظون على عدد الحروف حطيته اللي هو 4 4 كاركتر بعدين l-e-a si يعني باختصار هذا الكود يعني اللي هو move offset offset حق الـarray للـSI ممتاز بعدين دخلك في له باسمه الـwin الـwin هذا move dl اللي هو محتوى الـSI محتوى الـSI اللي هو الـoffset حق الـSI اللي صار يأشر عليه اللي هو الـarray حط لي في الـDL الكود هذا تحفظونه اللي هو move 2 إلى الـah وإنت الربط 21 هذا حق طباعة الـarray حق الطباعة تبغى حق الكتابة مثلا تقدر تقول له 1 أنت بتكتب نفسك يعني يجي تقول له مثلا أنس أو جي تقول له مثلا تيجي تقول له 1 2 3 4 يقفل على حسب حسب الـpoint اللي ينتحط ممتاز فهو خلوه 2 بعدين قائد تسوي increment للـSI عشان ينتهي البرنامج طبعا وإذا الـSI وصل إلى آخر خانة رح يطلع من اللوب لحالة وينهي البرنامج طيب لو جربنا شغلة اللي أنا جرحتها في البداية سويت space ما تعرف عليها ودي يعرف صراحة شو بيسوي ما قد جربت شوفوا رح ينشب عند أول character رح يطبع A A A A infinity loop infinity loop على A أساتر والله يكتشاف حلو يا شباب طيب بس خلاص نرجع وراح يطبع طبيعي وصلا الله وبارك عني بينا محمد هذا الإرّي ترجمة نانسي قنقر